اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للطرح للغة السينمائية الجديدة عم بتصير فباعتقادي لازم يكون فيه توجه جازم من صناع السينما لماذا نحن نصنع هذا الفيلم وما هو التوجه تبعنا يعني هو فيه تواجد عم بصير زي ما حكيت انت عربي وبعتقد انه تواجد العربي اللي موجود في هولوود اليوم هو شوي عم بأثر يعني انا بحكي عن تجربتي هلأ من ناحية صورة عامل كذا فيلم اللي انا بقدر احكي انه انا كتير غيرت لما اخترت اني اكون فيه فيلم امريكي وكتير غيرت من 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 الشخصية كيف كانت مكتوبة لعملت تحويل اخر بالمرة في كتابة الشخصية فبعتقد كمان الاسماء اللي ذكرتهم عمر واكد عمل اكمل فيلم اللي كتير كتير رائع يعني وهذا ببورجي قدرات الممثل كممثل بغض النظر عن انه عربي ونحن كممثلين بغض النظر انه احنا عرب ولا مش عرب احنا نطمح ان نكون كل شي مش فقط بس العربي المصري مثلا او العربي الفلسطيني بس فنطمح انه نمثل الهوية باعتقد انا تبعت طموح كل ممثل انه يكون هويته متعددي وانا هيك بطمح هويتي الفنية ما تكون بس فلسطينية انها تكون متعددي وما في عليها اي حواجز انا ما فيش ولا اي فيلم يمكن يخدم اي قد حدل الافلام القاضية الفلسطينية يعني ما عمروش فيلم حل قضية ولا حل حرب يعني فيه افلام اللي انت بتطرح نظر وجهة نظر وعليك انت الباقي يعني انه تشوف تناقش كذا انك تستوعب كفرد او كمشاهد بس ما باعتقدش انه فيه يعني ما باخدها انا من هذا الجانب انا باخدها اكتر من الجانب الفني اتبعها اكتر موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة